السلام عليكم إن شاء الله نكمل في دورة حفظ ميت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناخد النهاردة الحديث رقم 73 و 74 حديث رقم 73 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأن ما وطر أهله وماله متفق عليه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله متفق عليه الذي تفوته صلاة العصر إما أنه يفوت صلاة العصر فيه جماعة أو أنه لا يصل العصر ضع منه صلاة العصر إيه اللي يحدث في خسران النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه إيه اللي يحصل فكأنما وطر أهله ومال يعني كأنه فقد الأهل بتوعه عيلته وأقرباءه وكأنه فقد المال بتاعه وده دلالة على إن دي حاجة جبيرة أوي إن انت تضيع صلاة العصر الصلاة الوسطى اللي ربنا تبارك وتعالى وص على الحفاظ عليها وإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن هي من أشد الصلاة على المنافقين يبقى الحديث بيبين لنا خطورة إن انت تتفوت صلاة العصر يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأن ما وطر أهله وما له متفق عليه حديث رقم 74 عن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه بين الإمامين البخار ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة متفق عليه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم وأخو المسلم ده أخوة الإسلام معنى أن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله يبقى احنا مسلمين وبدأ من الإنسان مسلم يبقى ده أخوك أخوك في الإسلام في أخوة بالنسب وفي أخوة بالإسلام حتى لو كانت اللغات مختلفة البلاد مختلفة الأعراق مختلفة فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ما يظلموش أبدا ولا يتعدى الظلم هو التعدي ولا يسلمه يعني ما يسلموش لحاجة إذية ولا يتركه دون أن هو ينصره يعني يوقف جنبه من كان في حاجة أخيه يعني اللي بيوقف جنبهه المسلم معنى كلمة أخيه نالوه أخيه المسلم كان الله في حاجته يعني أنت بتقضي حاجة لحد وبتقضيها لله سبحانه وتعالي مش منتظر منه لا شكر ولا منتظر أجري منه ولا أي شيء كان الله في حاجة يعني ربنا تبارك وتعالى لإضلك الحاجة بتاعتك ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيام اللي فرج عن مسلم كربة كربة واحدة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيام كربات دي جامعة لأن يوم القيام في كربات كتير في ميزان وفي صراط وفي تطير الصحف وفي العرض على الله تبارك وتعالى أهوال وكربات كتير فانت تفرج كربة عن مسلم كربة واحد ضيق واحد لقيت واحد مديون فانت فرجت الكربة بتاعته انت سددت له الدين بتاعه هي كربة واحدة وانت فرجت عنه فيه ربنا تبارك وتعالى يفرج عنك كربة من كربات يوم القيام اللي يكتير اللي تقى موجوده يوم القيام ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيام انت عرفت شيء عن واحد مسلم وسترت عليه ربنا يسطرك يوم القيام ما يفضحكش قدام الخلاء والجزاء يكون من جنس العمل يبقى الحديث المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخي كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة منتفق عليه احنا في الدرس ده اخذنا حديث رقم 73 و74 من دورة حفظ ميت حديث الحديثين يرونهم سيدنا عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم الحديث الاولاني الذي تفوته صلاة العصر فكأن ما وتر اهله وماله منتفق عليه حديث رقم 74 عن عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه هنراجع ان شاء الله خمس احاديث من اللي اخذناه قبل كده من اول الحديث رقم 26 للحديث رقم 30 حديث رقم 26 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه الامام مسلم حديث رقم 27 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه الامام مسلم حديث رقم 28 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الامام مسلم حديث رقم 29 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه الامام مسلم حديث رقم 30 عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس رواه الامام مسلم اسأل الله الكريم الحليم ان يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فنسق من يدي شربة لنظمة بعدها أبدا وأن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم طبطم أهل القرآن ونلتقي دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته